وبمناسبة الاحتفال بذكرى الخامس والعشرين من شهر أبريل وإنفاذاً توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدين معنية وتنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو الخامس والعشرين من أبريل عام الفين اثنان وعشرين فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انتباق القرار على ثلاثة ألاف ومائتين وثلاثة وسبعين نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهمها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأسليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع ترجمة نانسي قنقر